فجعت الفنانة شيماء عبدالعزيز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بنبأ وفاة والدتها وهي في مدينة طنجة وأعلنت شيماء عبدالعزيز عن الخبر في تدوينة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية القصص القصيرة حيث قالت الحمد لله أمي في ذمة الله الله يرحمها اليوم ماتت في هذه الساعة الحمد لله وتابعت الفنانة تدوينتها بالحديث عن تفاصيل تلقيها الخبر في تدوينة ثانية جاء فيها كيفما وقع لي مع أبي كنت في طنجة جيت فالموت والآن جاءني خبر وفاة أمي وأنا في طنجة الحمد لله وانهالت على شيماء عبدالعزيز العديد من التعاليق التي تقدم فيها مشاهير المغاربة بخالص تعازيهم لها على رأسهم الفنانة سحر الصديق التي دونت الله يرحمها بواسع رحمته يا رب ويبدل محبتها بالصبر كلنا معك كما علقت الفنانة سعيد شرف قائلة الله يصبرك حبيبتي رحمة الله عليها وأجركم لله وبدورها تفاعلت الفنانة رقي ماغا مع الخبر قائلة الدوام والبقاء لله رحم الله فقيدتكم يذكر أن الفنانة شيماء عبدالعزيز لها علاقة قوية ووطيدة بوالدتها فدائما ما تحدثت عنها في خرجاتها الإعلامية بكلمات مؤثرة مبرزة حجم تعلقها بها ومكانتها الكبيرة في حياتها على اعتبارها أولى المشجعين والمساندين لها في المجال الفني شكرا